موسيقى الصديقات والأصدقاء الأعزاء نجتمع في صبيحة هذا اليوم لتكريم وتأبين الفاقيدة السمية العمراني وكان في البرنامج أن تكون حاضرة معنا السيدة روزماري كيس وهي رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة ولكن تعذر عليها بطبيعة حال لعدة أسباب الحضور أريد في بداية هذه الجلسة أن أذكر فقط بأنه في بداية الجلسة الخامسة والأربعون خلال الدورة 25 لللجنة المعنية بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة وبمناسبة الحوار التفاعلي مع الوفد الرسمي الفرنسي بتاريخ 20 غشت 2020 خصصت رئيسة اللجنة السيدة روزماري كيس وهي إيطالية وسيدة مقتدرة وكفأة في مجال حقوق الإنسان بشكل العام وحقوق الأشخاص دوي الإعاقة خصصت وقتا مهما لتكريم فقيدتنا العزيزة في بداية هذه الجلسة معلنة أن مجموعة مجموعة الدفاع عن حقوق الأشخاص دوي الإعاقة فقدت نصيرة وبطلة حقيقية برحيل الفقيدة سمية العمراني وأن اللجنة فقدت فرصة فرصة للاستفادة من خبرتها وقد دعت رئيسة اللجنة المعنية جميع أعضاء اللجنة وأعضاء الوفد الفرنسي المشاركين في الجلسة إلى تكريم زميلتنا وصديقتنا سمية العمراني وحيث تم الوقوف على مسارها الحافل كونها عضوة باللجنة ومن المدافعان المعروفين والمحترمين عالميا لحقوق الأشخاص دوي الإعاقة والأشخاص التوحدين بالخصوص واعترفت رئيسة اللجنة أن فقيدتنا العزيزة أظهرت بعد انتخابها عضواً باللجنة في عام 2020 عن مدى خبرتها وقدرتها في تحليل السياسات وأنها ساهمت في أهم مجالات عمل اللجنة علماً بأنها لم تشارك إلا في دورة واحدة دورتها الأولى كما عبرت الرئيسة عن حزن الجميع بفقدان المناضلة سمية العمراني متقدمة بأحر التعازي لأسرة الفقيدة ودويها ولمجموعة الدفاع عن حقوق الأشخاص دوي الإعاقة في المغرب وشمال إفريقيا كما قلت أن السيدة سوفي كلوزيل كاتبة الدولة لدى وزير الصحة والتضامن بفرنسا المكلفة بالأشخاص دوي الإعاقة قامت هي أيضاً بتكريم الفقيدة مشيرة إلى أنها حضيت بفرصة مقابلتها خلال مناقشات ثنائية بين المغرب وفرنسا كما أكدت على أن الفقيدة كانت حقاً فريدة من نوعها ودالك بعبارة أقوم بفرنسا إذا كانت حقاً سوف يقول في المغرب كما أكدت على أن الفقيدة لنأشهر حقاً لأنه لا يكفي أنكونا مكويين كما يقول المغربة بقضية ما لذلك يجعل منها قضية على جدول أعمال المجتمع وعلى جدول أعمال السلطة العمومية هذا يطلب خبر وكان أعتقد بأن المصار الفقيدة يجسد هذا البعد لم تعود في حركة حقوق الإنسان بالصفة عامة بمختلف الأشكال والاختصاصات ديالها قد تكتفي برفع الشعارات ولكن في حاجة إلى بلورة ذلك في برامج وفي أشكال تعاون وفي إقناع مختلف الفاعلين بالانخراط في الدفاع عن هذه القضية تعتقد كانوا معنا العمداء مشكورين اللي يقدموا لنا جزء من هذه الدينامية وتنعتقد بأنه هذا سيكون من المجهودات وربما من الممارسات الفضلة داخل حركة حقوق الإنسان كيف تجعله من قضايا تدخل الحق الجامعي نفسه أو تجعل نفسها على جدو الأعمال المؤسسات الوطنية أو على جدو الأعمال المؤسسات الشريعية وحتى على مستوى السياسات العمومية أي على مستوى الحكومي تعتقد بأن الفقيدة كانت تجسد هذا الربط بين قضية وخبرة مما جعل مكانتها تتقوى كذلك على المستوى المكانة التي جعلت كسبتها حركة الأشخاص دول إعاقة وحتى في مجال التوحد اللي أصبح قضية وطنية بالنسبة للجميع ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على الحضور على المستوى سواء على المستوى العربي كما أشارت إلى ذلك الأستاذ أبو خليل أو على المستوى الدولي وكان أعرف بأن حركة الأشخاص دول إعاقة من الديناميات الحقوقية القليلة التي رفقت بشكل فعلي اعتماد الاتفاقية التي تهم حقوقها وبالحضور الميداني بالاقتراحات بشبيك على المستوى الدولي وكذلك تعتبره من هذه الإرت دي المصار الفقدة سومية العمراني كانت تذكر بأن مثلا في أواخر تسعينات لما كانت وهنا فكرة من الأخت شافيقة بطيم اللي قالت هذه عشرين سنة هذه عشرين سنة كذلك وربما أكثر بشوية كان بدأت تفكير في كيف تتبلور حركة أشخاص دول إعاقة بشكل مستقل عن حركة حقوق الإنسان كما تم الأمر بالنسبة للحركة النسائية والطفولة وما إلى ذلك وكان هذا النقاش بدأ في داخل منظمة المغربية لحقوق الإنسان كانت تذكر في أواخر تسعينات مع الأخ بورقية عدنان جازولي وغيرهم كيف نجعل من هذه القضية تأخذ مكانتها بقوة لأن إسمع صوتها داخل حركة حقوق الإنسان كما هو بالنسبة لباقي القضايا كان ضئيل وضعيف لأن الناس مشغولين أنه ذك بملفة السياسة وغيرها معتقل السياسيين الرأي وما إلى ذلك حين كانت فئات داخل المجتمع التي تكتسب هذه المقاربة الحقوقية في التعاطي مع قضايا التي كانت عموما داخل المجتمع ذات بعد إحساني وكان أعتقد بأن الفقيدة كانت من الأوائل التي استطعوا كذلك تملكوا هذه المقاربة الحقوقية في معالجة موضوع من هذه الحدة التي تجعل من إرت إيجابي أن صحيح رحمه الله تفات في ظروف خاصة والرحمة والمغفرة ولكن تركت إرت من خلال هذه الدروس ومن خلال هذه القيام التي تحدث عنها كل المتدخلين الأمل هو مواصلة هذا المجهود سواء داخل حركة حقوق الإنسان بصفة عامة داخل حركات الأشخاص بصفة خاصة من خلال تطوير نقاط القوة في مصار حياة الفقيدة وكذلك مواصلة الترافع وانخيرات المؤسسات المعنية بهذه القضايا وكن نقصد بها بالدرجة الأولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف المؤسسات المستوى العمومي التي لها مسؤولية كذلك في التفاعل بشكل مستمر ودائم مع آداء من أجل نصرة قضية سومية العمراني التي هي قضية مجتمع في ختام أشغالي هذا اللقاء التكريم أولاً ثم التأبين لفقيدتنا العزيزة لابد من أن أقول كلمة قصيرة بأن فقيدتنا العزيزة سومية تحولت بعد نضال مستميت وكفاح ضد مجهول إلى مرجع في المرافعة الحقوقية من أجل الأطفال ذوي إعاقة التوحد وأسرهم ولا بد من الاعتراف بأن قضية الأشخاص ذوي التوحد لعبت أسرهم دوراً كبيراً ولاقت وعانت من المختصين كما جاء في عدة مداخلات وأيضاً قبل أن تنخرط مؤسسات الدولة في أية سياسات عمومية وفي عادة نظر في القانون الأسر هي التي لعبت ولا زالت تلعب دوراً أساسياً في المرافعة والفقيدة العزيزة يعني باستماتتها أسست جمعية الأباء الذين يعانون من الأسر عندهم أولادهم ترأس الاتلاف من عديد من الجمعيات يعني الصبحت من بعد في الاستشارية لجمعية الواسية من أجل الديمغراطية وحقوق الإنسان كما ذكر به الأخ عبد الرزاق يعني عملت في الواقع من أجل غد أفضل انخرطت بقوة في قضية الإعاقة بشكل عام والتوحد بشكل خاص عملت بصورة منفتح لا نظر لها على الفاعلين الوطنيين والدوليين والإقليميين اليوم معنا السيدة أبو خليل وهي دلالة كبيرة على انخرطها في الإقليم العربي وأيضا عملت بالجمع كما قيل وكما قيل منذ البداية على الجمع بين النضار المستميت والمرافع المستميت والخبرة والمعرفة وأيضا بإدخال تقنيات تقنيات حديثة للتواصل مع الأطفال التوحدين ونظمت العديد منها التظاهرات والدورات التكوينية لصالح الأمهات والمربين والمدبرين وذلك ضمن مقاربة متعددة التخصصات أو الأبعاد فيها الأساسها المقاربة الحقوقية لكن فيها الفنون الموسيقى التشكيل وغيرها ولم تتوانى سمية فقيدتنا العزيزة عن الانخراط والمشاركة في كل حين تجري كما قيل في أحد الوثائق تجري باللون الأزرق من أجل أطفال التوحد من أجل مستقبل أفضل وربما تحلم بالأزرق وتقول وهي على الطريق وهنا أذكر كلامها من أجل أبنائنا من أجل غد أفضل من أجل مستقبل كريم من أجل مغرب المساواة والكرامة والعدل تجري بالأزرق تجري لكي يعود سعد ويعود ريان ويعود عبد الرحمن إلى صفوف الدراسة تجري لكي ينعم أبناؤنا بفرص متكاملة هي هي آية ابنتها والفقيدة آية في النضال المستميت وستبقى دائما آية لنا ونبراسا في متابعة هذا المصار الذي يتطلب نفسا طويلا ويتطلب صبرا متأنيا كما كانت تتصف بهذه الخصال ويتطلب التواضع ويتطلب المعرفة اشتركوا في القناة